نحن أو الطوفان تقول الميليشيا عبر قذائف مدافعها في محافظة الحديدة هنا في مديرية التحيطة تعرضت مجموعة من منازل المواطنين إلى التدمير الكلي بعد أن شنت الميليشيا الانقلابية هجوما مدفعيا على هذه المديرية وأحيائها السكنية والتي تم تحريرها قبل أسابيع من قبل قوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية في الساحل الغربي المنزل تحطم كامل المنزل بيت واحد مسكين فقير كله راح لم يكن لمديرية التحيطة النصيب الأكبر من القذائف التي توزعها الميليشيا على الأحياء السكنية فمديرية حيس أيضا تعرضت لقصف مكثف ومستمر بقذائف الهون وهي المديرية التي تشهد كثافة سكانية ومع اقتراب دخول ألوية العمالقة إلى الحديدة واقترابها من مركز المدينة بالسيطرة على مداخلها وبعض المديريات التابعة لها تعمل ميليشيا الحوثي على تعطيل معالم الحياة وترك الندوب في كل ما خلفته وراءها حيث وكدت مصادر طبية في المستشفى الميداني استشهاد 20 مدنيا بينهم 3 أطفال وجرح ما يزيد عن 80 مدنيا بينهم 18 طفلا خلال أسبوع واحد فقط ومن لم تسقطه قذائف الميليشيا شهيدا أو جريحا يجد نفسه شريدا إذ تركت مئات الأسر منازلها في موجة نزوح ليست الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة ترجمة نانسي قنقر